اشتركوا في القناة في رسالة وجهتها لرئاسات الثلاث عمادة المهندسين تتمسك بمواصلة اضراب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية بعد مقتل الرئيس تشادي المجلس العسكري ينصب ابنه رئيسا مؤقتا للبلاد والحركات المتمردة تواصل تقدمها نحو العاصمة انجامنا اهلا بكم يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من افريل الجاري ويتضمنه جدول اعمالها اجراء حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة تنعقد وفق تدابير ضمان استمرارية عمل البرلمان والتي اقرتها الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا ووفق ما ورد بالرزنامة المنشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان يخصص الاسبوع الاخير من هذا الشهر وانطلاقا من يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من افريل الى يوم الجهات للاطلاع على مشاغل المواطنين ووفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس اثر بيان حركة النهضة الرافض لتصريحات الرئيس قيس سعيد جدلا كبيرا سيما مع توصيف قيادات من الحركة لما يقوم به سعيد بالانقلاب الناعم على الدستور تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية اججى لهيب السراعات المستمرة منذ اشهر بين رأسي السلطة التنفيذية حيث عبرت حركة النهضة في بيان لها امس عن موقفها الرافض لخطاب الرئيسة معتبرة ان اعلان رئيس الجمهورية قائدا اعلى للقوات المسلحة دوسا على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الحكومة وبذلك تدخل حركة النهضة في مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد اشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي كما عبرت الحركة عن استغرابها عودة رئيس الدولة الى خرق الدستور واعتباره وثيقة ملغات مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردية وبهذا الموقف تصطف حركة النهضة وراء رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اعتبر بدوره ان خطاب سعيد حول التأويل الدستوري لمسألة قيادة القوات المسلحة خارج السياقة بل قراءة فردنية وشاذة للنص الدستورية موقف حركة النهضة الرافض لتصريحات سعيد الأخيرة أثار ردود فعل سياسية وقانونية متبينة حيث اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم العاروني رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل في وزارة الداخلية والتدخل في صلاحيات وعمل رئيس الحكومة هشام المشيشي كما اعتبر الناتق الرسمي باسم الحركة فتح العيادي خلال حوار تلفزي أن ما يقوم به الرئيس هو محاولة انقلاب ناعم على الدستورة في المقابل عبرت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامي عبو في تصريح إضاعي عن امتعاذها من اتهامات حركة النهضة لرئيس الجمهورية واعتبرت أن بيان الحركة الذي يصف كلمات رئيس الجمهورية بالمشجعة على الحرب الأهلية مغالاة بينة بيان حركة النهضة اعتبره البعض أنه بيان القطيعة واللا عودة مع رئيسة الجمهورية وهو ما يؤشر إلى مرحلة سياسية جديدة ستكون سيمتها الأبرز التصادم والتناكف واللا حل في وقت تعيش فيه البلاد على وطء أزمة مالية وسحية غير مسبوقة أعلم مجلس عمادة المهندسين تونسين رئاسات ثلاث تواصل إضرابي مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية داعيا مهندسي الوظيفة العمومية إلى الاستعداد للدخول في إضراب كما دعا المجلس جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية ويحمل الطرف الحكومية مسؤولية مآلات وانعكاسات إضراب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية المتواصل منذ التاسع والعشرين من مارس واحد وعشرين والفين وما سينجر عنه من اضطرابات أو إيقاف للمرفق العام إلى الشأن الصحية وفي ولاية مدنين شهدت مراكز تلقيح ضد فيروس كورونا إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الأسبوع الفارد كما وقع تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن مشمول بالتلقيح ضد فيروس كورونا ارتفع نصق العمل داخل مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية مدنين منذ قرابة الأسبوع حيث تم إلى غاية الآن تطعيم أكثر من 50% من المشمولين بهذا التلقيح في مرحلته الأولى بمعدل قرابة 500 شخص يوميا قبل البداية محتشم ثم بدأ يرتفع بشوية بشوية وصلنا من ضمن 24 ألف استدعاء اللي تم توجيهم لمواطنين أصيلي بلاية مدنين لقحنا 12 ألف وأكثر شوية من المواطنين هذوما ما صارت عندنا حتى حالة يعني أنها حالة مكونوا استعجالي صار عني استعجالي والحمد لله يا ربي اللي لقوا الكل وحتى اللي لقوا فيه ورجعونا في الثاني أننا ما عندهم شيء لا عادي ما حسنا بشيء الإشكالية الوحيدة هي في الزحمة يسر أنا مثلا بأثولي التسعة أنت أصبع أنا قالوا لي يرجعوا من التسعة ونقطة أخرى مفروضة يعمل الجرعة الثانية يعطوه وثيقة كونها لقا من جانب الآخر شهدت الجهة ارتفاعا كبيرا في عدد إصابات كورونا المكتشفة ما تسبب في ضغط كبير على أقسام الأنعاش والأكسيجان في المستشفيات نحن على مستوى إليت مدنين صنع فطنا الحاجز أثناء سنلف حالة إيجابية منذ بداية إيجابية لومنا هذا في فترة الأولى من شهر مارس كنا معدل حالات إيجابية جديدة ما يفوتش لخمسين حالة يوميا ما بين ثلاثين إلى خمسين حالته صنع معدل ما بين مئة وعشرين إلى مئة وخمسين حالة يوميا وصلنا معنا نسبة إشغال في بعض الأحيان من مئة في المئة في الإنعاش ارتفاع عدد إصابة كورونا في مدنين يوزيها تقدم كبير في عملية التطعيم داخل مراكز التلقيح التي تشهد اكتظاظا كبيرا اكتظاظ من المنتظر أن يخفض خاصة بعد فتح مراكز محلية أخرى داخل المعتمديات خلال المدة القادمة وفقا للمندبية الجاوية للصحة بمدنين دعت الجامعة العامة للتعليم ثانوي وزارة التربية إلى اتخاذ التدبير اللازمة لضمان عودة مدرسية آمنة تكفل إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف الصحية كما دعت في بلاغ لها اليوم إلى تعميم اللقاح على كافة أفراد الأسرة التربوية من جانب آخر دعت الجامعة العامة للتعليم الحكومة إلى الإسراع بضبط خطة عاجلة للتحكم في السوق ومراقبتها والحد من انفلاته واتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي للمحتكرين والمضاربين كما طالبت أيضا برصد اعتمادات إضافية لفائدة وزارة الصحة وتمكنها من دعم لوجستية يمكنها من تطوير ما تقدمه من خدمات لمواجهة جائحات كورونا في خبر آخر وفي إطار التفعيل التدريجي لستراتيجية دعم المسار اللامركزية انطلق برنامج الحراك الوظيفية لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية خاصة داخل 86 بلدية محدثة لسد الشغور بها وسيتم تخصيص منصة إلكترونية للغرض تحتوي على كافة البيانات للعروض وطلب من اختصاصات ومحفزات وشروط للنقل الوظيفية برنامج الحراك الوظيفي هو آلية تمكن العاون العمومي والإطارات التي في الوزارات والشركات العمومية لكي ينتقلوا في إطار الحراك الوظيفي للعمل في البلديات وتم إحداث حوافز للتجيئة على النقلة هذه والهدف الأسمى منه هو معناها تدعيم البلديات بالموارد البشرية وبالإطار المختص الكفة الآلية هذه ما تنفيش الانتداب المباشر بتبعية الحال إذا كانت الانتدابات مرسمة في الميزانية أنه البلدية عندها الاهتمدات اللازمة وتقوم بالإجراءات القانونية من أعنان على المنافسة من فتح الترشحات إلى آخره هو برنامج موجه أساساً للبلديات الصغيرة بلديات المحتة 86 بلدية التي تفتخر كلياً الإطارات وأن حتى تقوم معناها بانتدابات معناها مباشرة لا تنجمش تقوم بالإجراءات أعربت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها عن استيائها إزاء الزيادات غير المسبوقة والمتتالية في أسعار المحروقات وأوضحت النقابة أنه بضغط من صندوق النقد الدولية ذهبت الحكومة في انتهاج السياسة رفع أسعار الوقود بلا رجعة بينما تتصاعد المخاوف لدى جموع الفلاحين والخبراء الاقتصاديين من زيادة الأعباء في البلد الذي يشكل كثيرون فيه من الغلاء وتزايد معدلات الفقر والبطل واعتبرت نقابة الفلاحين في ذات البيان أن زيادة أسعار المحروقات من شأنه مزيد إثقال كاهل الفلاحين والبحارة بتكاليف جديد تزيد من صعوباتهم المالية بسبب ارتفاع في كل المواد الأولية فضلا عن انعكاساتها السلبية على أسعار الاستهلاك والمقدور الشرائية للمواطن التونسية اقتصاديا شهدت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 23.7% خلال الأشر الأولى من سنة عشرين وألفين وفقا ما أعلنت عنه وكالة النهوذ بالصناعة والتجديد أعلنت وكالة النهوذ بالصناعة والتجديد أن الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تراجعت بنسبة 27.3% خلال الأشهر الأولى من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سابقتها كما شهدت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس تطورا بنسبة 85.7% متبوعة بالصناعات الغذائية بنسبة 78.2% تليها الصناعات الكيميائية بنسبة 1.7% شهدت أسعار المواد الخاضعة لنظام حرية الأسعار ارتفاعا بنسبة 5% وفق مؤشرات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والتنمية الصادرات ومن أهم الأسباب والعوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار العالمية لمواد الأولية وتراجع سعر صرف الدينار مقابل عملات الأجنبية الدولار والأورو والزيادات في الأجورة ويشار إلى أن 90% من المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق التونسية تخضع لمبدأ العرض والطلب خلال اجتماعها الثاني صدقت هيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار على نتائج الدراسة الاستراتيجية نصف المرحلية الخاصة بانتلاق نشاط الصندوق وسياسة تدخلاته كما كان مناسبة للبحث في السبر الكفيلة بضمان نجاعة تدخلات الصندوق تبقى للأولويات الوطنية في مجالية التنمية والاستثمار أفرزت عملية الفرز الأولي لعملية التفويت في 58.2% من رأس مال شركة إسمنت قرتاج عن اختيار خمس مستثمرين تونسيين محلين ومن دول أجنبية على غرار قطر وإسبانيا والبرتغال وإفريقيا وسيتم خلال الأيام القادمة ضبط برنامج لقاءات مع المستثمرين في انتظار فتح العروض أواخر شهر الماي القادم بعد تعليق التداول على الأسهم والآن إلى أخبار العالم أعلن الجنرال محمد دريس دي بي توليه مهام رئيس الجمهورية فيتشاد بمجب ميثاق انتقالية بعد الأعلان أمس عن مقتل والده الرئيس على جبهات القتال وتشكيل مجلس عسكرية لإدارة شؤون البلاد وكان هذا الجنرال الذي قاد الحرس الرئاسي وعمل مساعدا لقائد القوات المسلحة قد عين ثلاثة 14 جنرالا آخرين مقربين من والده الراحل بالمجلس الانتقالية وهي الهيئة التي ستتولى شؤون الحكم لمدة 18 شهرا حتى إجراء انتخابات وفقا لما أعلنتها هذا وأعربت قوة من المعارضة وحركات المسلحة في وقت سابق عن رفضها تشكيل مجلس عسكرية برئاسة محمد ديبي في حين أبدت دول الجوار قلقها بشأن الاضطرابات المحتملة في ذات السياق قالت مجموعة العمل والعدل المعارضة إن تشاد ليست مملكة ولا يمكن انتقال السلطة بين أعضاء الأسرة الحاكمة مذيفة أن الحركات المتمردة تتجه نحو العاصمة ختاما اندلع حريق ليلة الثلاثة والأربعة في سوق للمواد المنزلية يضم عددا كبيرا من المحال التجارية في منطقة الكريمية بالضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية رابلوس وقال الناتق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ سام علي قال إن الحريق كبير واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ونتج عنه 11 إصابة بين أصحاب محال ورجال الدفاع المدنية كما أوضح أن الإصابات بسيطة وتراوحت بين الحروق الخفيفة والاختناقة بأخبار العالم نصل إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها جدل بخصوص بيان حركة النهضة الرافض لتسريحات رئيس الجمهورية وقيادات من الحركة تصف ما يقوم بيسعيد بالانقلاب الناعم على الدستور في رسالة وجهتها للرئاسات الثلاث عمادة المهندسين تتمسك بمواصلة إضراب مهندس المؤسسات والمنشآت العمومية بعد مقتل رئيس تشادي المجلس العسكري ينصب ابنه رئيسا مؤقتا للبلاد والحركات المتمردة تواصل تقدمها نحو العاصمة أنجامنا نهاية النشرة في أمانيلا